كيفية مراقبة واتساب أي شخص وقراءة الرسائل ومشاهدة الصور بدون علمه وبالتأكيد لن يشعر صاحب الهاتف المستهدف أن هاتفه متعقب أبداً ولن تحتاج إلى تثبيت تطبيقات على الهاتف المراد مراقبته غالبية الناس غرضهم هو مراقبة هواتف أبنائهم من أجل معرفة الأشخاص الذين يتحدثون معهم والمواضيع التي يتحدثون عنها من أجل مراقبتهم من الانحراف إضافة إلى بعض الأشخاص الذين يريدون حماية حساب واتساب الخاص بهم وهذا ما شجعني على مشاركة هذا الفيديو اليوم الخطوة الأولى ستقوم بالدخول إلى موقع spymain.com يندرج هذا الموقع تحت قائمة المواقع المتخصصة في تعقب العائلة وحصل على أكثر من خمسة مليون زيارة في هذه السنة وتقييمات إيجابية من المستخدمين كما تشاهدون الموقع يتمتع بتصميم بسيط وسهل الاستخدام وبه العديد من الخدمات المميزة سأشرحها في الفيديوهات القادمة هنا يمكنك تغيير لغة الموقع وسارع قبل إغلاق الموقع أنا أعتقد أنه سيحذف إذا تم اكتشافه من قبل الواتساب بعدها أنقر على ابدأ الآن بعدها تختار الخدمة التي تريد مراقبة الواتساب تتبع الموقع الحالي معرفة صاحب أي رقم سأختار مراقبة الواتساب هنا اكتب الإيميل الخاص بك وهنا الرقم الذي تريد مراقبته قبل وضع رقم الهاتف ضع رمز الدولة متابعة للخطوة التالية هنا تحدد ما تريد الحصول عليه محادثات فيديوهات جهة اتصال صور متابعة الخطوة التالية والآن وصلنا للخطوة الأخيرة وهي الأكثر أهمية ليتم فحص الرقم والوصول للحساب إذا ظهرت لك هذه الرسالة فمبروك عليك تم الدخول للحساب المستهدف الآن سأكمل هذا التحقق البسيط وغالباً يتم عبر رقم الهاتف سأختار العرض الأول كما تشاهدون يطلب مني الرقم الخاص بي ليتم إكمال التحقق بنجاح بعدها سأتوصل برقم التأكيد سأدخله هنا والآن ننتظر اللحظة الحاسمة لقد تم الدخول للواتساب ببساطة كما تشاهدون جميع الرسائل والصور والفيديوهات وأرقام جهات الاتصال هذا كل شيء إن كان لديك أي سؤال ضعه في تعليق سأجيب على الجميع ولا تنسى عمل لايك والاشتراك في القناة فعل زر تنبيهات لتصلك الفيديوهات الجديدة إلى اللقاء في الفيديو القادم